غارة جديدة تستهدف مواقع الحوثي في اليمن شنتها مجدداً الولايات المتحدة وبريطانيا وليست مرتبطة بالهجمات التي بدأتها أمس الولايات المتحدة رداً على مقتل جنودها بالأردن حيث استهدفت غارات معسكر الحفى إذا انتقلنا إلى هذه الخريطة اليمن إذا انتقلنا إلى أول الاستهدفات التي قامت بها الطائرات التحالف الذي استهدف مواقع الحوثيين استهدفت هذه الطائرات معسكر الحفى في العاصمة صنعاء هذه خريطة مصغرة للعاصمة صنعاء استهدفت الغارات معسكر الحفل الذي يقع شرق العاصمة صنعاء وكذلك أيضا جبل النهدين ومنطقة عطان الواقعتان في جنوب العاصمة صنعاء وسائل الإعلامية ذكرت أيضا تابعة للحثيين أن الغارات استهدفت عدة مناطق مختلفة واستمر التحليق في عدد من الأماكن وأدى ذلك إلى تدمير العديد من المواقع العسكرية التابعة للحثيين هذه المواقع والغارات الجوية على مواقع عدة في العاصمة صنعاء قامت الطائرات بعدها بأحد عشر غارة جوية استهدفت مواقع للحثيين لكن هذه المرة في منطقة أخرى وهي مدينة أو محافظة تعز هذه المحافظة تعز حيث يظهر في الصورة هذه هي المحافظة استهدفت الطائرات عدة مواقع في هذه المحافظة تحديدا مواقع البرح وحيفان وكذلك خدير الواقع في شرق تعز واستمرت الغارات بصورة مستمرة على هذه المواقع واستهدفت أيضا الغارات موقع للحثيين في مدينة الخدير كما ذكرنا في شرق تعز كما شنت الطائرات أيضا الطائرات الأمريكية والطائرات البريطانية وغيرها في منطقة أو في مديرية وفي مدينة الحديدة استهدفت عدة مناطق منطقة اللحية هذه منطقة اللحية الموجودة على ساحل بحر الأحمر وكذلك منطقة الصلايف الموجودة وكما نشاهد هذه المناطق تقع تماما على ساحل البحر الأحمر إذا انتقلنا إلى منطقة أخرى أو مواقع أخرى تم استهدافها من قبل الطائرات نتوجه إلى مديريتين أو مدينتين البيضاء وذمار هاتين المديريتين أو هاتين المدينتين تم استهدافهم بأكثر من غارة جوية ما أسفر عن تدمير العديد من المواقع التابعة للحثيين بالطبع الإعلام الحوثي أيضا تحدث عن استمرار لهذه الغارات بصورة مستمرة بيان أمريكي بريطاني أشار إلى أنه منفذ 36 ضربة على أهداف الحثيين في 13 موقعا باليمن ونشر الجيش الأمريكي مقاطع جديدة لها قال إنها لقاذفات بي وان تنطلق من قاعدة دايس الجوية في تكساس وذلك لدعم القيادة المركزية الأمريكية بضربات بعيدة المدى ضد أهداف عسكرية للحثيين في اليمن ترجمة نانسي قنقر